انتعكس اهتمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس دي بيتنو بالقضايا الإنسانية والاجتماعية وتضامن مع الأسر المكلومة وعلى غرار ما قام به في عبشة فقد التقى بمقر إقامته بعيد وصوله إلى مدينة فايا بوفد يمثل أسرة الشاب محمد داني بيلجة ذي الثمانية عشر ربيعا والذي توفي جراء الأحداث التي وقعت في مدينة فايا خلال شهر نوبمبر الماضي الوفد الذي استقبله رئيس الجمهورية يتألف من والد ضحية واثنين من أعمامه وممثل رئيس كانتون اونينغا في مستهل اللقاء قرأ رئيس الجمهورية الفاتحة روح الفقيد سائلان المولى أن يتغمده بواسع رحمته كما عبر لهم رئيس الجمهورية عن تعزيته وخالص مواساته معربا عن أمله في أن يساهم الجميع في استثباب الأمن وتعزيز السلام تفاديا لمثل هذه الأحداث التي تسهم في تعزيز الانقسامات وتشضي المجتمع إدريس كوكوي ممثل رئيس كانتون اونينغا ثمن هذا الموقف الإنساني من رئيس الجمهورية مؤكدا أنهم يحتسبون ابنهم الذي فقد روحه في إحداث مؤسفة يجب أن تكون جزءا من الماضي وأن لا تشهد مدينة فايا مثلها مجددا خاصة عقب هذه الزيارة ولقاء رئيس الجمهورية الذي حمل العديد من المعاني والرسائل إلى سكان الولاية مفادها نبض العنف وتعزيز التماسك الاجتماعي والدعوة إلى التفكير في تطويره وتنمية الولاية خلال اللقاء الذي عقده رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس دبي إتنو مع المسؤولين الإداريين العسكريين الزعماء التقليديين رجال الدين وكوادر ولاية بركو تناول معهم رئيس الجمهورية عدة نقاط تصب في صالح الأمن والاستقرار وتنمية المنطقة في بداية اللقاء رحب حاكم ولاية بركو الجنرال حسن صالح القدم الجنيدي باسم سكان الولاية برئيس الجمهورية وأعبر عن سعادة المواطنين بهذه الزيارة التي ستمكن رئيس الجمهورية من الوقوف على احتياجات المنطقة قبل أن يؤكد مساندة سكان بركو ودعمهم للمجلس العسكري الانتقالي من أجل فترة انتقالية سلمية وناجحة رئيس الجمهورية الفريق محمد دريزد بيتنوش شكر سكان المنطقة على حفاوة الاستقبال وأذكر بأن شاد إذا كانت صامضة اليوم فذلك بفضل الله ثم التزام المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفترة الانتقالية في أعقاب رحيل مشير شادة ولأن هذا اللقاء قد جرى عشية عقاد الحوار التمهدي للسياسيين العسكريين في الدوحة فقد تمنى رئيس الجمهورية أن يفضي هذا الحوار إلى نتائج جامل موسى تضع حدا للحروب المتكررة التي شهدتها شاد في الماضي وكانت سببا في إعاقة تنمية البلاد بشكل عام وولاية بركو على وجه الخصوص ودعى أبناء المنطقة إلى نبذ الخلافات والتطلع إلى المستقبل وعدم الالتفات إلى الوراء وفي هذا السياق فقد أشرف رئيس الجمهورية على إنهاء سوء تفاهم وخصو ما طال أمدها بين أبناء اثنين من الكنتونات في الولاية ثم عقد بينهم صلحا طالبا منهم أن يكون صادقا نابعا من القلب وقد أكدت الأطراف المعنية أنها دفنت خلافاتها منذ هذه اللحظة وفيما يتعلق بالأمن فقد أكر الرئيس الجمهورية أنه شأن الجميع أنا أعرف أرون لكم يا كحاب أكبر بركو الجميع يترجمنا المعنية لنمتغر في زونة المهمة في من KAT القلب من الأمر ومشاكل من الأمهوم في بلعبنا وباليبا وتترجمنا المحاكين إن شاء الله جميع ان يكون جميعاً نومprésة يترجمنا المساعدة في المشافة لكن أمني فقد أكبر أعمالي في مهلا وسأل الجميع كما تطرق رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس دي بيتنوي لتطوير الولاية وتنميتها من خلال عدد من المشاريع الإنمائية التي انطلق بعضها بالفعل والبعض الآخر سينطلق خلال الأيام القادمة وأبرز هذه المشاريع توفير الغاز بناء مستشفى الحديث في مدينة فايا ربط مدينة فايا فدا كلايد عبر الألياف الضوئية تعزيز شبكات اتصال الهاتف المحمول إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية وزيادة نقاط المياه رصف عشرين كيلومتر داخل المدينة ورصف طريق فايا مسكي فضلا عن إعادة بناء وتطوير مطار فايا وفقا للمعايير الدولية وبناء سوق حديثة وفتح فرع لمصرف شهر التجاري وبناء ثانوية علمية وأخيرا طلب رئيس الجمهورية من سكان ولاية بوركو ضرورة احترام القانون واحترام المسؤولين مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تتقدم في ظل الفوضى وعدم احترام سلطة الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر